سيتذكر الأكراد طويلاً أن عام 2017 هو عام ضياع الحلم بعد أن اعتقدوا أن الانفصال بات في متناول اليد على وقع الاستفتاء إنها صورة الأقدار ذاتها تتكرر في ذاكرة الأكراد بحثاً عن حلم بجمهورية ضائعة منفك ينطلق من جديد مع كل انتكاسة حركت على غير العادة المياه الراكدة لتخرج تظاهرات احتجاجية في مدن عدة بالسليمانية جراء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي أضيف إليها حصار خانق فرضته حكومة حيدر العبادي كإجراء بدى في نظر شريحة من القادة الأكراد إجراء عقابياً بينما استثمره البعض الآخر كبوابة لعزل الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني الذين يسيطران بشكل كامل على المشهد السياسي بكردستان أما عن الأسباب التي أوصلت الأمورها هنا يقول معهد أوراسيا ريفيو الأمريكي للأبحاث إنها لم تكن وليدة اللحظة بل جراء الانقسامات السياسية الداخلية الموجودة أصلاً في كردستان والتي بدأت بإطفاء الطابع السياسي على قوات البشمرقة التي قاتلت الدولة العراقية خلال ثمانيات وتسعينيات القرن الماضي ثم انقسمت لاحقاً بين مجموعات مسلحة موالية لمسعود البرزاني وأخرى لجلال طالباني ويشير معهد الدراسات الأمريكي إلى أن حكومة كردستان متأخرة من الناحية المؤسساتية بسبب وجود هيئة تشريعية ضعيفة تعمل بالغالب تحت تشريعات صاغها الحزبان الرئيسيان حتى القضاء لم يكن مستقلاً بحسب مركز تنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان في كردستان العراق الذي اتهم وزارة العدل بأنها أداة لقمع أي معارضة سياسية هذه التي عجزت عن محاسبة الحزبين الرئيسيين على تقارير الفساد وسوء إدارة الأموال العامة وخصوصاً في قطاع النفط التي أصدرها البنك الدولي عام 2016 ما تسبب بانتشار حالة إحباط عامة أزمات يبدو أن الأحزاب الدينية في بغداد استثمرتها بشكل كبير وخصوصاً رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي وضع شروطاً لا تنتهي لبدء حوار مع أربيل ومن فك يسألها عن مصير 9 تريليونات دينار سنوياً هي عائدات نفط كردستان في جرزة حساب تبدو أقرب لمساومة الأكراد للرضوخ والقبول بتسويات قد يخسرون فيها حتى مكتسبات ما قبل عام 2003 وثلاثة